احياكم الله الاخوة والاخوات هنا اسئلة منها على الاخطاء في الاذان طبعا اخطاء في الاذان كثيرة يعني بعضهم يقول الله اكبر صارت همزتين يعني كأن صارت االله طبعا هذه مصيبة في المعنى مصيبة بعضهم يقول ايضا الله اكبر واكبر هذا جمع كبر والكبر هو الطبل هذا ما يجوز لا شك تحريف للمعنى خطير الله اكبر وبعضهم ايضا يقول اشهد ان محمدا رسول الله وهي اشهد ان محمدا اشهد ان يعني لو قال ان يعني هو يعظم نفسه ويشهد انه رسول الله هذه مصيبة اشهد ان فتحة وليست الف لان بعض المؤذنين يمد على كيفه لا عنده قواعد ولا عنده علم بعضهم يقول مثلا حاصلا حاصلا هي حيا على الصلاة وبعضهم يقول هيا على الصلاة هي ما هيها هي حا حيا وليست هيا حيا على الصلاة وبعضهم يمد اكثر من المد الذي ورد يعني اكثر من ورد ست حركات فبعضهم يمد اثناشر حركة ثمنتعشر حركة عشرين حركة وهكذا وبعضهم يجعل واو بين لفظ الجلانة وبين اكبر يقول الله واكبر الله وا الله وا هي الله آ وليست الله وا الله اكبر وبعضهم يقول الله اكبر فيكسر الهمزة اكبر هي اكبر وليست اكبر لان اكبر فعل امر ان يكبر هي الله اكبر صيغة التفضيل اكبر اكبر من كل شيء وبعضهم يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان وهذا خطأ اشهد ان لا اله نون ساكن وراها لام فيها ادغام بغير غنة اشهد ان لا اله وليست اشهد ان لا اله اشهد ان ان لا اله الا الله على اتحال اخطاء المؤذنين كثيرة ولذلك ينبغي على المؤذن ان يكون فطنا يقضا منتبها طبعا من الجرائم حرمان الامة من الاذان يقول خلاص كله مسجل ما في واحد يأذن يعني كله صوت مخزون اذان طب نحن نريد ان نردد معاه نريد الان ان يؤذن لنا حتى نردد معاه اما نسمع صوت مسجل مخزون صوت مسجل مخزون اكمل جهاز في جماد 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 وقال اذا سمعتم المؤذن الانسان الحي الإنسان الحي فالشاهد بدع الأذان كثيرة تنتهي بعضها إلى إلغاء الأذان وبعضها إلى تعطيل الأذان وبعضها إلى جعل ألفاظ في الأذان ليستية وبعضها إلى إضافة كلمات في الأذان حي على خير العمل وإضافات بعد الأذان ما أنزل الله بها من السلطان كل بيدع ضلالة وكل ضلالة في النار من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه